اشتركوا في القناة 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 الهولندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاتحاد السكندري والكابتن هو الأنديل بيقول له خلاص قرار سيادي ولا رجعت فيه حكم اللقاء الأول قال لك خطأ فني في التعامل مع حمل للكرة وخطأ يخرج من لعب حجم الفيومي ما ينفعش في مثل هذه المواقف وأمام فريق مش محتاج هداية زي النادي الأهلي النادي الأهلي دائما بيلتهم أي حد بيخطئ قدام وخلاص قوة الإرسال هذه المرة ما زبطش زوايا تعدي وأحمد صلاح ده اللي يتقل من حق الكبير يتدلع طبعا اتناشر خمسة أفضلية أهلوية في أحداث الشوت الأول على الإرسال أمامنا محمد السيد عبد الفتاح لعب تلاتة في تشكيلة النادي الاتحاد استيبال أمامنا اعداد أوتوف سيستم بس سعيد بيعرف يخلص ضرب الفيومي أنقذ كورة أوتوف سيستم هتعدي سهلة شانسبول بالنسبة لنادي الأهلي معوط عبدالله تخلص يخلص واوه هنا الكورة وفي محاولة تتلمى مرة تانية عبدالله السريع عادل دولة الدولي البطولة يحط المطراء اللي تخبط في حط الصد وتروح إلى خارج حدود الملعب بالمرة ولا يقدر يعمل معها أي حاجة بالمرة دفع الاتحاد السكندري مع قوة الضربة والسريع من 3 يخلص دولة وكالعابة النقطة رقم 13 فيه جعبة الأهليوي的 13-3 بفرق العشر نقاط شوت كلينيكيا بينتهي بسرعة لصالح النادي الأهل حلو يخلص يريح يفكر في اللي جاي عنده مباراتين مهمتين منهم مبارات القمة اللي عليها العين على حسم اللقب بالدرع ودهب مع نادي الزمالك في الثاني من يونيو وهيتحدد مكان ملعبها وعلى الأغلب يكون إما استاد القاهرة أو المقاولون العرب زي ما كانت مبارات الدور الأول اللي كانت على ملعب الزمالك المفروض نقطة بسبعة موجود من أربعة في جهة خمسة بالكروس كورت النقطة الستة في صالح الاتحاد السكندري الزعيم بيبحث عن الظهور فعلياً بشكل قوي ولكن الهدايا دي ما تنفعش أمام النادي الأهلي إرسال بدون تحكم بالمرة في الشبكة اللي برة النقطة رقم 14 في صالح النادي الأهلي على بعض النقطتين من الوصول للسكن تيكنيكال تايم اوت النادي الأهلي متفوق بأريحية وبدون معناه وبالتشكيلة الأساسية يضرب وبقوة على أرض الملعب في وجود عبدالله وأحمد صلاح وأحمد سعيد ودولة رباعي أهلاوي تقيل قوي فلوتر دولة مع الجامب إعداد أمامنا ضرب برة بالمرة برة بالمرة ولا فيها أي تحكم بالمرة كانت من جانب محمود رفعة قدري لعب الأبزط فيها تشكيلة ليه نادي الاتحاد السكندري ما يتحكمش مخدود ما دخلش في أجوان المبارلة إنه عنده أفضل من كده بس وقعيا إنه إحنا شخصيا نتمنى أو أنا شخصيا أتمنى الاتحاد السكندري يظهر بمظهر لأك أفضل من كده لأنه مش مدي منافسة عالية على أرض الملعب أخطاءهم سهلة وسازجة ومن ثم مدية فرصة إنه النادي الأهلي يركب الجيم وما ينزلش 15-6 أخطاء سهلة كتير قوي ويحصل على تايم اوت دلوقتي الكابت نحمى سامير وهو قاصد لأنه عارف إنما بعد النقطة القادمة وصلنا للنقطة رقم 15 والأهلي مقرب لكن لا هو عايز ياخد اتنين تايم اوت متتالين وده تفكيره وده تايم اوت الأول الحر المحق ليه في أحداث الشوت الأول بالمناسبة ما خدش ولا تايم اوت ليه واحد تانية من ثلاثين ثانية ماشي 15-6 دولة مازال على الإرسال في هذه اللحظات ميدو محمد مسلحي تامير تايجر محمود جمعة جهاز الفني هنقول لكم عليه بالكامل السبال وحش قوي لكن أعداد ينقذها الفايومي والضرب جهت خمسة بالداوندالاين هنا اختيار وتنفيذ بإتقان من جانب الأبوزت فيها تشكيلة للاتحاد محمود رفعت أدري اختار الداوندالاين اختار الضرب مع الخطس من اتنين في خمسة علشان ينجز النقطة السبعة في صالح الاتحاد السكندري سبايك سيرف أمامنا كان لكن بره محمود مصطفى لعبة يحط الكرة في المدرجات بره أو في الشبكة اللي ورق دي ما فيش مدرجات في الخلف عموما ستاشر سبعة الأفضلية أهلوية الوصول ليه السكن تيكنيكال طاعم أو الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوت الأول أفضلية أهلوية على أرض الملعب وبأريحية بدون مجود كبير لأنه زي ما قلنا الاتحاد حتى الآن زعيم بلا أنياب على أرض الملعب وبدون معاناة نادي الأهل المتفوق لأنه الأخطاء السهلة والساسجة بالجملة بيسكت فيها لعاب نادي الاتحاد السكندري محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكابت نحمى سامير كان لعب في الاتحاد السكندري بالمناسبة فيما بين 98 ل2006 كصانع العاب كان ثم طلع على الجيش في 2012 ثم عاد لسبورتينج ومن 2016 تولى بقى لإدارات الفنية أصحاب الجياد هناك في الإسكندرية ثم نادي الاتحاد وده ربع موسم مع نادي الاتحاد السكندري وعينه على منصة التاتويق في الموسم اللي جاي السنة دي آه يفكر في المركز الرابع يكون فيه موجود فيه ما بين البيك فور لكن إنه ينفس على لقب خلاص اللقب ما بين الأهل والزمالك وإن شاء الله الدوري في الجزيرة وكالعادة 16-8 عدد عبدالله ووو ولا أجمل السوبر سبايك يظهر بيه فعليا من جديد أحمد سعيد أبو إيد حديد يحط المطرقة اللي في وقتها اللي توجع من جديد الملعب الاتحاداوي ظهور مع الستروك اللي بتعمل عبدالله يحط الأعداد ولعب أربعة اللي جاي من ستة تلاتة أحمد سعيد شفيق يحط المطرقة اللي في وقتها علشان يخلص النوت رقم 17 في صالح النادي الأهلي 17-8 رايموند سيزيتو الكندي رسال فلوتر أعداد فيومي محاولة من ثلاثة مقروق من دولة تترد بصعوبة يحاول يضرب جراءة هنا فيومي جوه لا بره لم تلامس السايد لاين أو الخط الجانبي اللي ملعب النادي الأهلي إذن النقطة أهلوية 18-8 مازال فارق العشر نقاط الفارق المريح واللي بيقرب النادي الأهلي بقى ريحية أكتر ليه الوصول ليه الخطوة الأولى من ثلاثة خطوات يحتاجها لحسم التلاثة نقاط الكاملة والعلامة الكاملة الصفية من أجل الاستمرارية في نتائج الإيجابية والوصول ما قبل مباراة القمة يوم 2 يونيو ليه الصدارة بالنسبة للقب الدورية قبل مباراة القمة أمام النادي الزمالك الفايومي أمامنا هو اللي يكون على الإرسال بعد الإرسال كان خاطئ في النقطة الأخيرة من سيزيتو رايموند الكندي الفايومي بيلعب سبايك سيرف بيجرى بره أدرى صح معوض محمد معوض اللي برو الأساسي في تشكيلة النادي الأهلي يخرج مع تغييرها الحرة وينزل مكانه دولة في ثلاثة لأن السايد آوت هيكون اتحداوي ومن ثم ميدو محمد مصلحي أو النادي الأهلي بالأحرى محتاجين ثلاثة المقدمة يكونوا مع البلوك أو ثلاثة مع الدوران يعني في المنطقة الأمامية مش في المنطقة الخلفية ما يطلعوا مع البلوك ويكونوا عاليين معوض في الاستقبال مع العيب أربعة ما يتحكمش هو الاثنين المحترفين في تشكيلة النادي الأهلي عندهم مشكلة في الإرسالات واستقبال الإرسال بس عشان يبقى وقعين يعني رايموند سيزيتو واللي كان أرسل فيه النقطة الأخيرة لعب السنتر لعب ثلاثة في تشكيلة نادي الأهلي كرازيمير جورجيب البلغاري محتاجين يعالوا شوية أكتر كهم عندهم طبعا أفضل من كده بكتير ولكن في بعض المباراة بتكون سهلة ومن ثم بيكون فيه تهاوي النسبي أو قل التركيز إرسال خارج حدود الملعب بالمرة حطها في شبكة اليد اللي برة خطأ مرة جديدة والوصول ليه النقطة رقم عشرين بأفضلية أهلوية على أرض الملعب دابل سكور عشرين عشرة الأهلي يتفوق أحمد صلاح المطرقة يحط صاروخ في الشبكة برضو ده كبير ومن حق الكبير يتدلع عادي جدا مهارات قدرات خبرات بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج نجمي كبير وتقيل أحمد صلاح يعني احترف في الدور الروسي في دينمو وفي أنكرة التوركي وفي غالة صراي التوركي وفي طلع على الجيش قصة وحكاية ورواية لوحدها نتكلم عنها في وقتها أخطأ من هنا أخطأ من هناك لكن الأفضلية أهلوية عشرين اتنشر فلوتر استقبال سعيد طور من نفسه كثير في استقبال إرسال الفلوتر كورة برة ما لمستش ما لمستش بلوك لكن الكورة لم تلامس البيزلاين والنقطة في صالح النادي الأهلي وواحد وعشرين اتنشر الأفضلية أهلوية على أرض الملعب أحمد سعيد اللي هيكون على الإرسال وزي ما قلنا كان عنده مشكلة في أنه الفلوتر ما كانش بيستقبله بفعلية وإن كان دريب من عارض إيه الارتقاء بتاعه عالي جدا طور من نفسه بشكل كبير في استقبال الفلوتر السبايك يجيد بالمناسبة مرادة حقا صد مشروخ الضرب من ثلاثة النقطة في صالح النادي الأهلي في صالح نادي الاتحاد السكنداري تعودنا على أن النقاط أهلوية ماشي يطلع الفيومي وينزل أمامنا هنا في هذه لحظات صنع الألعاب الثاني في تشكيل النادي الاتحاد السكنداري محمود سعيد من السريع دولة الدولي البطولة يحط المطرقة في عمق الملعب جهة ستة وده بيدرب من أي حتة يخلص وما يرحمش النقطة رقم 22 في صالح النادي الأهلي الوحش اللي جالبا اللي بيوجه ما بينجحش خسر مباراة واحدة في الرجولار سيزن في مرحلة التتويج أمامنا بتروجت مباراة لو اكررت سبعين مرة مئة مرة ما يحصلش فيها النتيجة اللي حصلت هناك في المركز الأولمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي المباراة خسرها النادي الأهلي 2-3 لكن عاد وعدل والتهم هنا في أهلي الجزيرة في صالحة الأمير عبدالله الفايصل بتروجت في مباراة العودة 3 لشي نقطة مع الضرب بفعالية الدفنس ما كانش عالي من سعيد النقطة في صالح الاتحاد السكندرية 22-14 3 نقاط يفصلوا النادي الأهلي عن الضفر بأول أشواط المباراة الفوز يعني بأول أشواط المباراة سباكسير سعيد بيوجيد جابها بصعوبة عبدالله الخبرة 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 يا ولد رغم صعوبة الكرة لكن الارتقاء الأعلى سندها لمسها بدون حمل الكرة وده الخبرة علشان يخلصها هنا بإتقان وتقنية عالية كرازمير جورجي إف البولغاري 2 متر و3 سنتيمتر 3 متر 66 في الهوى مع السباك يحط المطرقة اللي يخلص من خلالها من 3 الأفضلية الأهلاوية بنقطة رقم 23 من اللي هي على أرض الملعب عبدالله اسقاطة في أذكاء لكن مقرية أعداد أمامنا من باشا محاولة للضرب بدون ضل أين النقطة جهة مركز واحد النقطة داخل الملعب الأهلاوي هذه المرة من جانب محمود منصور إسماعيل قلنا دولي انضم مع منتخبنا الوطني الأول في المنتخب أو في بطولة كأس العالم 2019 اللي حصلنا فيها على المركز العشر أو منتخبنا حصل على المركز العشر في هذه البطولة وهذا المونديال وكأس العالم غير بطولة العالم على مستوى رجال وسيدات مراحل سنية مختلفة لا بلوك هذه المرة معمول الحقيقة زي ما الكتاب يقول محمود منصور لسه بنتكلم عنه وعن وجوده كلعب دولي في تشكيلة منتخبنا الوطني ياخد البلوك بفعلية كرة ترتد في عمق الملعب الأهلاوي ومحاولة الحاكم من أحمد صلاح لكن ما الحقش تعدي وعادي الأفضلية ما زالت أهلاوية بفارق مريح ما يقلقش على أرض الملعب 23 و 16 عمر أحمد صالح فلوتر معاوض السبال دولة أعداد على السريعة خدها يعني هي خدمته الحقيقة الأولى ما تحكمش فيها ما كانش في البوزيشن المثالي ما كانش متوقع إن كرة هجيلي سريعة توقع سعيد هيجي من ستة ويدرب ويخلص اتحدث عننا لكن لما لمسها جد بصعوبة من ملعب الاتحاد من الفيرس تايم خلص وأنجزها بالنقطة رقم 24 نقطة الشوط بين أيدي اللعابي النادي الأهلي الكندي السبال أمانة باشا اعداد محاولة مع السريعة الأعب ثلاثة حاوض صاد يقلم كوت الكورة أحمد صلاح بيعرف يرفع لكن تترد من حاوض صاد مرة تانية أحمد صلاح محاولة الإسقاط تترد أود أوف سيسم في متناول حقاة الصاد دي يسيبها عبدالله تعدي أود أوف سيسم أحمد صلاح بيعرفي خلص يدرب في حقاة الصاد وإلى خارج الملعب يا ولد بعد ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي النقطة رقم 25 بأفضلية أهلوية يبتديها وينهيها أحمد سعيد أول نقطة وآخر نقطة في الشوط الأهلي يتفوق في أحداث الشوط الأول إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدين متابعين عبر شاشة الأهلي في كل مكان واستكمال مباراتنا اليوم مبارات القمة من مؤاجلات الدوري الممتاز للكرة طائرة الرجال موسم 2020 2021 الأهلي الاتحاد السكندري مباراة مهمة ومنتظرة في ظل أنها مباراة من آخر جوالات أو آخر تلات جوالات محتاج الفوز فيها النادي الآلي من أجل الظفر باللقب والضرع والدهب في الأخير وكالعادة للحفاظ على اللقب والتفوق وبالزيادة وده الطبيعي بالنسبة لنادي الآلي شوط أول انتهى بأفضلية أهلوية 25 16 هنشوف الشوط الثاني والشغل التكتيك المعمول به على أرض الملعب فيما بين ميدو محمد مصلحي المدير الفني للنادي الآلي وعلى جنب الآخر أحمد سمير المدير الفني للإتحاد السكندري زعيم الذي لم يظهر فعليا بالشكل المطلوب المرغوب فيه واللي زعل بالتأكيد جمهور الاتحاد السكندري في أحداث الشوط الأول ننتظر منافسة أقوى وإن كنا نأمل أن الفوز يكن بتلاتة صفر وما فيش رقفة ولا رحمة لأنه ده الطبيعي بالنسبة للنادي الأهلي اللي بيبحث دائما عن الأفضلية الأهلوية فيه انذار من البداية كده مع كلام كان بزيادة مع وقل أنديل حكم ملكاء الرئيس ومن ثم حصل على انذار كرازمير جورجي إف البلغاري العملاق 2 متر و3 سنتمتر صحب السبعة وعشرين عام هذا الدولي البلغاري في البداية ما يأثرش عادي تعدي يحفظ على التركيز علشان نقلل من الأخطاء ونتفوق بنتيجة أفضل مما كان عليه الحال كمان في الشوت الأول اللي انتهى بأفضلية 9 نقاط لصالح النادي الأهلي بداية تدوران على الإرسال دايما دايما المدير الفني يبدأ يبحث عن أنه البصير هو اللي يبدأ على الإرسال علشان يضمن دلد ضربين على الشبكة كرة جوه فيها كلام وعليها كلام إرسال عبدالله عبدالسلام لمس ما فيهاش لمس ما عندناش التحدي ما عندناش التحدي اللي زي عني السقر في عالم التنس اللي زي الفار خاصية الفي اي ار في عالم كرت القدم أو حتى الفار في عالم كرت اليد موجودة بس في بطولات مختارة معينة كبيرة يعني زي في عالم كرت الطائرة كانت موجودة في تصفيات الأولمبياد على الأرض المصرية التحدي بلوك موجود النقطة التانية على التوالي في صالح الاتحاد السكندري بعد خطأ عبدالله عبدالسلام اللي كانت القرى قريبة من الخطو مقروق والدرب مقروق والنجاح بفعلية من جانب حق صد الاتحاد علشان يتفوقوا وللمرة الأولى في أحداث المبركة كل بفارق النقطتين كسر حضر ولا صايد أهلاوي لكن ما توصلش خطأ هنا من جانب مصطفى محمد لعبة علشان تبقى النقطة في صالح النادي لال أحمد سعيد سباكسر قوي 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 سبل أمامنا لعبة إعداد محاولة يتضرب مرة تانية من أربعة لكن عبدالله عبدالسلام out of system محاولة يا ولد المطرقة الأعصر الخطير اللي يطير ويسهل حاجات كتير هجومية أحمد سعيد أو أحمد صلاح هنا أمامنا كورة يجبها برجله عادي من حقه تضرب جوه الملعب ترانزيشن انتقالي ياخده منه الثقة ياخده منه الثقة محمود سعيد باشا صنع العب نادي الاتحاد بدلا من الفايومي على أرض الملعب هو اللي بيدي الشرط التاني عن ما كان الحال في الشرط الأول لكن كورة بعد ما جابها برجله الرجل إيه رفعها برجله والاتحاد السكندري دايما أو السكندرانية لعبة كورة من اللي هي عندهم حسام حسن العميد مع الاتحاد السكندري ساحبي يتعثر أبس أن داون في الدوري الممتاز في كورة القدم لكن بيعرفوا لعبوا كورة ومن ثم الرجل فعاله وضرب جهة واحد وخلص النقطة لصالح الاتحاد لكن هنا الرد السريع الرد العنيف الضرب المطرقة اللي في وقتها وقلنا دا لما يطير الأعصر الخطير اللي بيسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الأهلي أحمد صلاح عبد الحي يحط المطرقة الكروس من اتنين في واحد علشان يخلص النقطة رقم اتنين في صالح النادي الأهلي كرازمير جورجيف البولغاري استبال أمامنا اعداد سريع مقروء وحش قوي وحش قوي ضرب وحش قوي هو الرجل ما عليش للكرة بالشكل المطلوب المرغوب فيه كنت أتحدث عنه سنتر نادي الاتحاد السكندري أمامنا كان محمد السيد عبد الفتاح فلوتر حلو قوي قوي من الفرس تايم خلص يا ولد ما تجيش غير كده ما تجيش غير كده ما هو لا يف إلا الحديد إلا الحديد وده اللي بيطلع المطرقة اللي في وقتها يخلصه ما يرحمش الكبير أحمد صلاح ياخد الكرة من الفرس تايم بعد استبال ضعيف ودلوقتي بيوجهه على لبرو الاتحاد السكندري لأنه مش بيرفكت مع استبال الكرة الأولى متوسط أو ضعيف دلوقتي كمان أحمد صلاح يسقطها الكرة حلوة قوي وكمان في خطأ موجود مع لمس الشبكة كان حضر بخطأ سهل وسازج من جانب سنتر نادي الاتحاد السكندري محمد السيد عبد الفتاح علشان تبقى نقطة هدية جديدة بخطأ سهل وسازج جاب أول نقطتين ثلاثة ثم غاب وظهر النادي الأهلي فعليا بعين حمراء من جديد وكمان خد الكسر بفرد نقطتين بلوق انقاذ في متناول حاطة الصدي دي ضربها حلوة 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 ضربها حلوة ضربها حلوة أمامنا هنا لعب أربعة اللي موجود مع دوران في اتنين محمد مصطفى لعبة اللي بيحط لعبة حلوة كروس كورتز من اتنين في اتنين باتقن ما توقعهاش وما قرأهاش القراءة المبكرة اللي تديك فرصة على مع الكروس أو مع الزاوية يعني انه يعمل الديفنس العالي لانه حاطة الصدي بيقفل الخط والزاوية بتاعت الديفنس واحمد صلاح ما كانش قريها بشكل إيجابي كورا اسقاط تعدي سهلة شانس بول في السيستم عبدالله صلاح يا ولد يضربها في حق تصد وإلى خارج الملعب ده الحل احمد صلاح عنده الحل يعرف يخلص رغم ان تأفيل حق تصد بشكل كبير وانه مش مديله اي زوايا لقضرب لكن استخدم حق تصد تصدحه بالشكل المطلوب المرغوب فيه كان امامنا احمد صلاح عبدالحق وكمان الكورا مرفوعة اه من عبدالله عبدالسلام لكن كانت قريبة من الشبكة مش برا الشبكة متر واكتر فمش مرايحة قوي لكن هو عنده الحل وبرضو رغم هذا الخطأ من حق كبير يتدلع ستة خمسة افضلية اهلاوية والكسرة حاضر لان الصاعد اوت هيكون اهلاوي فعنده فرصة انه يحط فريق الهدفين دلوقتي فلوتر السبال امامنا سعيد عبدالله في السيستم ضرب يا ولد يحط القوة فيه التعامل من اربعة هنا امامنا كان رايموند سيزيتو الكندي الخطير اللي برضو بيطير وبيسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الاهلي حط القوة فيه التعامل من اربعة في خمسة في عمق الملعب الاتحداوي وكوة الضربة ما تحكمش ديفينس الاتحاد سبع خمسة الافضلية اهلاوية على ارض الملعب سيزيتو على الارسل فلوتر يسكط السبال ضعيف 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 يجيبها برجله وهتعدي سهلة محمود منصور شانسبول كورة رمضان اعداد عبدالله سري يخلص دولة ما يخلصش ديفينس كان حاضر من جانب لعبة تعدي كورة محاولة مرة تانية هنا هنا ولا اجمل ثنائي اهلاوي مرعب حق الصد مصمار يقود دولة الدولي البطولة العملاق البرج جبل العضلات اللي يحط ايده في التوقيت ويخلص بلوك رائع بالتأكيد النقطة رقم تمانية الوقت المستقطع الفانية الاجباري الاول في احداث الشوت الثاني بافضلية اهلاوية على ارض الملعب تمانية خمسة ترجمة نانسي قنقر سيزيتو ما زال على الإرسال هذا الكندي رايمون سيزيتو فلوتر السيبال محمود منصور أعداد لعبة محاولة من منصور يحط الكرة جوه الملعب قبل ما يلمس شبكة ولمس كمان في سايد لاين الضرب من 4 ف4 الكروس كورت المعمول بزاوية حد أكثر حدية على ملعب النادي الأهلي إذن النقطة الستة في صالح الاتحاد السكندري سمايك سيرف محمود رفعت قدري سبال أمامنا أحمد صلاحي يعرف يخلص يدرب في العمق بدأ عند ألاين جاية خمسة لكن ديفينس رائع من جانب لبرو الاتحاد السكندري حاصد سعيد تترد فرصة ولا أجمل دولة الدولة البطولة يحط إيده في التوقيت برينس مركز 3 في تشكيلة النادي الأهلي ومع تغيير الحرة يروح دولة على الإرسال ينزل لعب ثلاثة تاني ما بعد خروج محمد معوض العملك رازمير جورجيف البولغاري علشان يضمن ثلاث ضربين على الشبكة دولة هيوجه فلوتر مع الجامب سبال بصعوبة لكن تيجي لعبة محاولة هنا الإسقاط سهلة 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 واحد بس واحد بس لمسها دولة وجيه كمان أمامنا هنا في السيك رايموند سيزيتو تعدي تعدي محاولة للدفنس المنخفض لكن الإسقاط كانت بنجاح بتكتيك معمول بإتقان في هذه المرة من جانب لعبية الاتحاد السكندري خرج محمود منصور في هذه لحظاته نزل محمود الشحاتة محمود والأول مرة على أرض الملعب لعب أربعة في تشكيلة النادي الاتحاداوي الاتحاد السكندري زعيم يبحث عن تصحيح الأوضاع ومش عايز يخلي النادي الأهل يفرق بأكتر من كده إنه يخلي الفارق في المتناول لأنه لو الأهل يفرق وركب مش هينزل سيزيتو سبال عبدالله إعداد ضرب آه آه هنا آه هنا بلوك بلوك حلو قوي هذه المرة من جانب كريم حسن حسين سنتر الاتحاد اللي موجود على أرض الملعب في روتيشن اللي بتعمل في تشكيلة الاتحاد والكابتن أحمد سمير المدير الفني ضرب البلوك جات في وجه كرازمير جورجي إف وإلى خارج حدود الملعب إذن النقطة التمنى في صالح الاتحاد السكندري ما زال على الإرسال محمود شحاتة محمود استبل أمامنا عدد عبدالله ولعب أربعة لجامل ستة لتلاتة سيزيتو رايموند لكن كان موجود من الاتحاد كورف حتى الصد وإلى خارج الملعب قلت هو بيلعب كابتن أحمد سمير على أنه يعمل الروتيشن اللي يخليه مقرب في المباراة ما يبعدش ما يخليش الأهلي يركب وما ينزلش تسعة تسعة يعدل ويقفل يمتعنا أكتر أو تمتعنا أكتر النتيجة دي آه لأنه الأهلي هيستثار لعب نادي الأهلي محتاجين المنافسة علشان يخرجوا أفضل ملديهم وده الطبيعي وده المنطقي إن المباراة ما تبقاش سهلة أوي لكن الأهلي بيعرف يخلص وده الأهم يستنفروا أو مش عايزينهم يتعبوا بشكل كبير أو بشكل في إرهاق للعبين لأنه عندهم مباراة مهمة اللي جاية لكن يخرجوا أفضل ملديهم علشان يحسوا بطعم الفوز بشكل عالي على أرض الملعب ويمتعوا جمهور النادي الأهلي كل ما هم وضعوا تحت الضغط نسبيا كل ما أخرجوا لأنهم لعبين دوليين وعاليين وعندهم كبرياء البطل ومن ثم يلتهم وبقى الغريم اللي قدامهم بشكل حقيقي على أرض الملعب حسام يوسف عبدالله وعيبه وعبد العال وعط أربع لعبين من النادي الأهلي بيعملوا العملات لحماء وتسخين في الوارد ماب أريا أو مطلة لحماء وتسخين خلف الملعب ارسال خاطئ في الشبكة نقطة دي الوصول لنقطة العشرة في صالح نادي الأهلي وأقول لكم على ترتيب الاتحاد الموجود فيما بين الخمسة الأوائل وده مخلي المباراة لها إثارة مختلفة لأنه موجود وعنده طموحات مختلفة لأنه الراجل لما بتكلم معه كابت نحمى سمير قبل المباراة قالك أنه هدفي الوصول أبقى موجود فيما بين البيك فور الأربعة الكبار مع نهاية مرحلة التدويق في ريجولار سيزون ولا أجمل أحمد سعيد يا ولد يضرب الكرة تضرب فيه حق تصد وكمان تاخد السايد لاين أو الخط الجانبي للملعب الاتحاد النقطة أهلوية في الأخير مع تعامل ذكي بالأمسة من اللي هي من أحمد سعيد أبو إيد حديد الراجل اللي بيطلع مطارق وكمان مش كل حاجة ضرب بقوة لازم يشغل دماغه ما يمش أكسمه خلاص ولا أجمل لسه بتكلمه لسه بقول مش كل حاجة ضربه وبقوة لازم العقل يكون موجود المراضي العقل مع القوة العضلات والمخ موجود في عبدالله عبدالسلام مايسترو احتراف الدوري الإيطالي في الجيش في سيسيلي ترافير هناك في الدوري الإيطالي في مونشيري الإيطالي في اسطنبول أوكليري الإيطالي وكمان مرة لسه بنتكلم عن مشواره وتاريخه الكبير والتقيل برة وجوه مصر آخر فريق لعب كممثل لإفريقيا في كأس العالم للأمنية كان الطلاق على الجيش بقيادة عبدالله عبدالسلام وبقيادة أحمد صلاح لما كانوا هناك قبل ما يرجعوا للنادي الأهلي علشان يتسايد من جديد النادي الأهلي البطولات العربية والقرية والمحلية بالتأكيد عبدالله عبدالسلام نقطتين متتاليتين بإرسالة إيه الجهة خمسة ديفينس أو استقبال الكرة الأولى كان سلبي وإيس كان موجود ثم مرة تانية إيس بنقطة مباشرة إذن 13-9 وبدأ يركب وما ينزلش النادي الأهلي لأنه هيخلص وما يرحمش تلمس تنفر ده اللي كنت بتكلم عنه فكرة التعامل السايكولوجي اللعيبة مش هيرضوا أنه الاتحاد يبدأ يتعادل ويعمل صعوبة على أرض الملعب ومن ثم دي حتة المنافسة اللي بتكلم عنها فكرة استنفار اللعبين على أرض الملعب علشان يخرجوا أفضل ملاديهم وده بدأ يحصل على أرض الملعب بأفكار تكتكية عالية من ميدو محمد بسلحي المدير الفني للنادي الأهلي في هذه الحظة 13-9 بأفضلية الإرسال الفعال من جانب عبدالله عبدالسلام 25-16 بعد تايم آوت خده أحمد سمير علشان يلخفن حسابات ميدو وعبدالله عبدالسلام مع الإرسال أقوليري إسطنبول التركي جالة السراعي التركي أقوليري إسطنبول ده لعب فيه من 2011-2012 2013-2014 في جالة السراعي التركي وأول مرة احترف في الدور الإيطالي كان في 2006-2007 في سيسلي ريفيرز عبدالله عبدالسلام اللي بيختم على الإرسال وكأنها ترجمة فورية أو بالأحرى أعرف يلخفن حسابات عبدالله عبدالسلام التايم آوت وأفكار أحمد سمير والداتا فولي تقوله مبارا ممكن تاخد التايم آوت دلوقتي ولا لا هو طبعا ليه القرار لكن الداتا فولي والداتا درينينج والداتا فيديو وكل حاجة في تطور عالم الكرة طائرة لها كلام كبير وكتير إسخاطة بحل وقوي النقطة 14 في صالح النادي الأهلي إذن 14-10 الأفضلية أهلوية ريكبو الجيم ومش هينزله لعابي النادي الأهلي أحمد سعيد تعذيب جديد للملعب الاتحاد لأنه أحمد سعيد مع دوران عنده مطارق مع الإرسال سمايك سير بقوة ساروخ يا ولد السيبال كان هنا بصعوبة من جانب محمود شحاتا تتراد مرة تانية من اتنين محاولة ضرب حاصل قلم كل كرة ضرب ووو قوة في الضربة فيها لمس ما فيهاش لمس كان بيطالب سيزيتو رايموند الكندي بأنه فيه تاتش بلوك لكن الضرب من أربعة في خمسة ما كانش فيه تحكم بالمرة حطاف بنش الاتحاد برة إذن النقطة رقم 11 في صالح الاتحاد السكندري 14-11 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب فلوتر سعيد عبدالله صلاح يا ولد يا ولد يا ولد شوف المرجحة الباكسوينج بإيده علشان يستنى التوقيت المثالي مع ارتفاع القرى المميز ما يخش يعني هو يعرف أحمد سعيد أو أحمد صلاح أو أحمد سعيد ودولة ودول اللعبين اللي بيعرفوا ياخدوا الكرة على عبالها ويخلصوها برضو لكن هو استنى وعمل المرجحة الخلفية واستنى حاط الصد لما طلعه ونزل علشان يقدر أن هو يستغله ويدرب الكرة ويستخدمه لصالحه كرة مرة تانية بلوك كرة جوه الملعب الاتحداوي بلوك معمول زي ما الكتاب يقول فيها الاسبين لسكرود ووران الكرة تلف وتنزل داخل ملعب الاتحاد إذن 16-11 الأفضلية أهلوية الوصول لالسكن تيكنيكل تايم آوت الوقت المستقطع الفاني الإجباري الثاني في أحداث الشوت الثاني بأفضلية أهلوية 16-11 بفارق الخمس نقاط فارق مريح وبيكبر مع اقترابنا لآخر تسع نقاط من أحداث الشوت الثاني والوصول للخطوة الثانية من ثلاث خطوات يحتاجها للعلامة الكاملة والصدارة عن جدارة بالنسبة ليه فريق نادي الأهلي في هذه أو ما بعد هذه المباراة أقول لكم الترتيب دلوقتي أنه الأهلي متصدر من 19 مباراة نهاردة بلعى مباراته العشرين وفضل له مباراتين منهم زي ما قلت يوم 2-6 مباراة القم 18 فوز هذه ما واحدة كانت أمام بتروجيت 2-3 56 شوت قدر أنه يفوز به ومن نهاردة حط الشوت رقم 57 في جوع بيته وخسر 5 أشواط فقط 55 نقطة متصدر على الزمالك بفرق 5 نقاط لأن الزمالك عنده 50 نقطة لكن لعب 18 مباراة سبل أمامنا عدد ضرب حقاة صد جوه الملعب الأهلاوي الإيد مش من برى الجوه بالشكل المطلوب المرغوب فيه من أحمد صلاح اللي هو من جهة 2 هنا أمامنا بيقفل مع الخط الضرب بلاين في البلوك ولذلك بيأنب نفسه شوية لأنه لعب كبير وتقيل ودايمن بيزعل من الأخطاء السهلة وساسجة دي وإن كان من حق كبير يتدلع وبرده خطأ يعدي لأنه عنده رصيد كافي قوي ويقدر يرجع فرقته على أرض الملعب في أي وقت وكده كده الأهل مش مضغوط بشكل كبير سعيد السبال بصعوبة من الفيرس سايم يخلص جاءت سعيد مرة تانية هنا أمامنا الظهور من مركز تلاتة تخليص من الفيرس سايم كان أمامنا هنا الاتحاد السكنداري الاتحاد بالمناسبة في المركز الخامس برصيد ستة وتلاتين نقطة من تمنتاشر مباراة سبعتاشر تلاتاشر الأفضلية أهلوية على أرض الملعب في أحداث الشوت الثاني من المباراة أحمد صلاح المطرقة سبايك سيرف السبال أمامنا بصعوبة في السيستم لعبة يحاول يضرب حق تصد ولا أجمل ولا أجمل هنا أمامنا دولة الدولي البطولة سينجل بلوك لكن معمول زي ما الكتاب بيقول علشان يخلص وما يرحمش مرة جديدة بأفضلية أهلوية بفارق الخمس نقطة تمنتاشر تلاتاشر كمان مرة هيهاجم مع الارسال سبايك سيرف كورة برة ما تحكمش محتاج زبط زوايا في التوجيه كان أحمد صلاح عبد الحي تعدي تعدي وزي ما قلنا من حق كبير يتدلع طبعا نجم كبير وتقيل وعنده رصيد كبير مع النادي الأهلي ومتخبنا الوطني متخباتنا الوطنية بشكل عام واكتشافه الكابتن شريف الشميرلي مع عبدالله عبدالسلام وشريف الشميرلي أو الكابتن شريف الشميرلي محافظة الألقاب طبعا نجم كبير ولكن زعلان من هليوبلس في هذا الموسم ضرب ولا أجمل الستروك موجود ولعب أربعة لبيجي من ستة لتلاتة يحط المطرقة اللي في وقتها اللي توجع مرة جديدة ملعب الاتحاد نادي الأهلي ساعتاشر 14 الأفضلية الأهلوية وهيبدأ روتيشن دلوقتي على الأرض الملعب بالتغيير اللي هتكون موجودة في مركز أربعة بخروج لرايموند سيزيتو اللعب الكندي قلنا قادم من الأهلي البحريني في فوبراير في عام 2020 ونزول لأحمد عبدالعلي دولي المصري لعب في كاس العالم في النسخة الأخيرة كلعب لبرو بالمناسبة للسبال الكرة الأولى كان محتاجه خديو فرميولين الهولندي اللي هي متخبنا الوطني المدير الفني السابق طبعا هنا بلوك ولخفنة دربكة ما فيش تفاهم ولا انسجام ولا ربط فيما بين لعاب الاتحاد السكندري ريك بولجيم وما نزلوش لعاب النادي الأهلي على أرض الملعب 20-14 بفرحة 6 نقاط أفضلية مريحة في أحداث الشوت الثاني من المباراة عبدالعيل مازال على الإرسال هيواجه فلوتر السبال بصعوبة بصعوبة هو زكي هو زكي في التعامل لأنه بيواجه جهة محمود شحاتة ومحمود شحاتة ما بيعرفش يستقبل بفعالية مع الفلوتر رغم أن الكرة لعبة أوتوف سيستم لكن قدر أنه يخلصها بالشكل المطلوب المرغوب فيه كان أمامنا هنا من مركز اتنين من جانب لعب محمود رفعت قدري خلص كرة في العمق جهة مركز 6 علشان يحط النقطة رقم 15 في صالح الاتحاد السكندري كابتن تغريد خطاب الحاكم الثاني في هذه المباراة اللي بتأمن مع البودلاء بالنسبة للاتحاد السكندري أنهم يكونوا موجودين فين ومكانهم ازاي مع الكابتن أحمد ساميري المديري فاني علشان تمشي المباراة بالشكل السليم رسال تقيل سبايك وقلنا أحمد سعيد يجيد مع السبايك لكن هذه المرة استغلوا بشكل قوي جدا الحقيقة الظهور بفعالية المحمود رفعت قدري اللي حط سبايك سيرف تقيل جهة خمسة جهة أحمد سعيد المانوت بالسبال الكرة الأولى كلعابي أربعة والليبرو معاهم محمد معوض اللي موجود على أرض الملعب لكن قوة الضربة ما تحكمش أحمد سعيد والتقليص لفرق الأربع نقاط مرة تانية سبايك سيرف لكن زي ما قلنا هم مشكلتهم في أخطائهم السهلة والساسجة اللي مش في وقتها بالمرة لعابي الاتحاد السكندري والأهلي مش محتاج هدايا كده كده متفوق ومتصدر لأدوري وللمباراة وللمشهد بشكل عام في الكرة الطائرة المصرية سيدات ورجال بمناسبة أنه لازم نبارك لأدوري الكابتن حمد صافي والجهاز الفني والعابات النادي الأهلي المتوجات باللقب والضرع والدهب منذ أيام لما لعبوا مباراة هنا على حساب الصيد القاهيري وتفوق 3-1 علشان يهدو المركز الثاني لنادي الزمالك والثالث لنادي الصيد في آخر جوالات الدوري في الريجولار سيزون في مرحلة التتويج 21-17 نقطة في صالح الاتحاد السكندري في هذه لحظات محمود الشحاتة محمود لعب أربعة في تشكيلة الاتحاد عبدالعلي السبال عبدالله عدد في السيسم أحمد سعيد يضرب في خمسة لكن ديفينس موجود بقوة هذه المرة فرصة لحاوة تصد ألم كتل كورة معوط عبدالله في السيسم من السريع يضرب داخل الملعب الاتحاداوي هنا أمامنا اللعبة التكتكية الذكية باستغلال بفعالية للعملق 2 متر و3 سنتيمتر طوله مع الاسبايك 3 متر 65 أو 66 كمان أتحدث عن كرازمير جورجييف اللعب البلغاري الدولي البلغاري صحب 27 عام القدر أنه يخلص باللعبة تكتكية ذكية مع إعداد موزون من عبدالله عبدالسلام المايسترو موزع معد النادي الأهلي 22-17 محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وياخد طايم آوت الحر التانية الأخيرة المحاكل في أحداث الشوت التاني الكابتن أحمد سمير المدير الفني للإتحاد السكندري قلنا كان صنع ألعاب للإتحاد فيما بين 1998 ل2006 ثم لعب لطلاع الجيش في 2012 ثم لعب لسبورتنج في نهاية مسرته قبل دخول عالم التدريب في عام 2016 مع أصحاب الجياد السكندري ثم الاتحاد السكندري وده رابع موسم دي مع الاتحاد السكندري كفريق أول ست تغييرات لكل فريق في كل شوت ده ملوش دعوة بالتغيير الحرة اللي هي ما بين الليبرو وأي لعب موجود على الأرض الملعب محمد رمضان ياخد دوره كليبرو تاني في تشكيلة النادي الأهلي بدلا من محمد معاود سباكسير بتقيل قوي لكن في الشبكة عبدالله عبدالسلام وهو أحد الموجودين ودايما في بطولات إفريقيا على مستوى الأندية دايما أحمد سعيد بيكون فيما بين أفضل الضاربين أحمد صلاح بيكون فيما بين أفضل اللعبين وعبدالله عبدالسلام أفضل موزع صنع علعاب يعني أو أفضل إرسال دايما بيكون الجواز الفردية فيما بينها هذا الثلاثي الأهلاوي المرعب اللي موجود فيومي إرسال أمامنا عبدالله عدد محاولة يا ولد تيك تيك معمول زي ما الكتاب بيقول ولمرة جديدة تعذيبة جديدة من العابي النادي الأهلي عن طريق كرازمير جورجييف اللعب قلبه غري عدد بالبوش باس من جانب عبدالله عبدالسلام والتخليص جهة مركز واحد بإتقان من ثلاثة وكالعادة الفعالية من جانب اللعب كرازمير جورجييف ثنائي أهلاوي ضرب عبدالله ديفينس أوتوف سيستم عبدالعال يضرب حاط الصد وإلى خارج الملعب ولا أجمل خدها في التوقيت مع ارتفاعها العالي علشان يقدر أنه يستغل أو يستخدم حاط الصد لصالحه ودي فعالية بإيجابية أو مهارة فردية أو قيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعي ونتيجة بإيجابية بالتأكيد أحمد عبدالعال 24-18 نقطة أشوت بين أيدي العابي يده ارتاح ابتسامة ما بينه ما بين تايجر سيبقى لكرة الأولى بصعوبة أعداد أمامنا محاولة إسقاط ديفينس ولا أجمل عبدالله out of system يعرف يخلص أحمد صلاح يضرب حاط الصد يجيبها برجله ومن حقه مرة تانية محاولة بلوك ممكن إسقاطة لكن ولا أجمل جورج إيه بصاحي إعداد وحشة قوي قوي كرة برة كرة برة هو فكر أكتر من تفكير عبدالله عبدالسلام فكر أكتر من تفكير وبرضو دل من حق الكبير يتدلع من حقه نجم كبير وتقيل ويقدر أنه هو يسد ويهد أي حد مع فرقة النادي الأهل ماشي تعدي 24-19 الأفضلية مازالة أهلاوية ونقطة الشوت بين أيدي العابي نادي الأهلي والسايد آت كمان أهلاوي يعني الكرة أو الهجمة هتكون أهلاوية مع الاستبال سابلة عبدالعال أعداد عبدالله هيخلص عبدالعال يحط الكرة للاستقبل سعيد كان أمام نتعدي سهلة في المتناول أحمد صلاح يدرب بلوك عبدالعال صحي سعيد موجود عبدالعال هيعديها سهلة شانسبول للاتحاد كرة في محاولة للإسقاطة حلوة 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 بعد ترانزيشن انتقالي تحدي كان في رالي فيما بين الفريقين أسقط الكرة بشكل فعال مع اعتراض من عبدالله عبدالسلام ودايما هتلاقوا تحت الرقم بتاعه على القميص من قدام خط صغير وده يدل على شرط الكابتن زي ما بشوفوا شرط الكابتن على الإيد الشمال للعب الكرة كده هو الكابتن هو اللي ليه الحق انه يتكلم مع وقل أنديل حكم الكاريس فلوتر سايد آوت وما زالت النقطة للشوت بين أيدي لعاب النادي الأهلوي يخلصها بالتكتيك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول من السريع عبدالله يخلص أعداد قصير وكرازمير جورجي في البلغاري حط نقطة الشوت التاني إذن شوت أول 25-16 أفضلية أهلوية شوت تاني 25-20 الأفضلية أهلوية على أرض الملعب ولسه المباراة مستمرة مرة تانية العودة من جديد مشاهدين متابعين عبر شاشة الأهلي في كل مكان وأحداث الشوت الثالث من مباراة قمة مؤجلات الدوري الممتاز للكرة طائرة رجال موسم 2020-2021 مباراة التواجد فيما بين القمة أو استمرارية في نتائج الإيجابية للنادي الأهلي والتواجد على القمة بينما الاتحاد السكندري الاستمرارية من أجل التواجد فيما بين أهل القمة أو فيما بين البيك فور في ترتيب جدول الدوري في هذا الموسم مركز خامس الاتحاد السكندري مركز أول النادي الأهلي والعين على مباراة 2 يونيو مباراة القمة أمام نادي الزمالك هي مباراة الأهلية مباراة ملعب الأهلية لكن غالب أنها تتلاع في ملعب محايد زي ما كان مباراة الدور الأول اللي هي كانت مباراة الزمالك وتلعبت على ملعب المقاولون العرب قد يكون ملعب المقاولون أو صادقهيرة ملعب طلع على الجيش في جهاز ريال أي مكان المختار من اللجنة المؤقتة المديرة للإتحاد المصري للكرة طائرة عموما شوت أول انتهى بأفضلية أهلوية 25-16 شوت تاني انتهى بأفضلية أهلوية 25-20 ويبقى خطوة واحدة من ثلاث خطوات يحتاجها نادي الأهلي للظفر بالنقاط الثلاثة وحسم الصدارة بالنسبة للمباراة والاستمرارية في نتائج الإجابية مع نادي الأهلي قبل مواجهة القمة بالتأكيد الأهلي اللي كان في مرحلة الدور التمهيدي كان تفوق على الكل وقد أداء زي الفل الحقيقة لأنه فاز بالعالمة الكاملة في كل مباراة رايح جاي تلاتة لشيء من أشواط ما فقدش ولا شوت ثم مرحلة التتويج تفوق على سموحة وسبورتينج والاتحاد والقناة والداخلية كل دول تلاتة لشيء وهيليوبلس والطيران والترسانة وطلق على الجيش تلاتة واحد خسر شوت وبتروشيت اتنين تلاتة دي المباراة الهزيمة الوحيدة في الدور الأول ثم تفوق على بتروشيت تلاتة لشيء في الدور الثاني تفوق على نادي الزمالك تلاتة لشيء في الدور الثاني في الجولة الحداشر بالنسبة لي الدوري من مؤجلاته ثم بقى الاستمرارية في نتائج الإجابية حتى الوصول دي التفوق على الترسانة في مؤجلة ثم المباراة المطبقية في الدوري بالنسبة للنادي الأهل اليوم الأربع ان شاء الله ستة وعشرين مايو هيكون عنده مواجهة أمام طلع على الجيش على صالة جهاز أرياضة العسكري ثم القمة أو قمتين وراء بعض طلع على الجيش برضو من الفرق الكبيرة وتقيلة الكابتن إبراهيم فخر الدين أحد الكصص الأهلوية في عالم الكرة الطائرة المصرية اللي بيدير طبعا فريق نادي طلع على الجيش وأيضا المباراة الأخيرة زي ما قلنا ستة أو اتنين يونيو اتنين ستة ان شاء الله بإذن الله أولى النقاط مع اسقاطة من جانب الاتحاد السكنداري من مركز ثلاثة هنا علشان يظهر في بداية أحداث الشرط التالت بأفضلية اتحدوية لكن ده العادي الطبيعي الاتحاد بياخد أول نقطة 2 ثلاثة ثم بيظهر النادي الأهلي أو بيظهر لسود النادي الأهلي على أرض الملعب سعيد أحمد سعيد ياخد الكرة على عبلها قلنا صعبة سهلة هو بيعرف يخلص وما يرحمش يحط المطرقة اللي في وقتها في عمق الملعب الاتحاداوي هنا أمامنا كان أحمد سعيد من أربعة في واحد علشان يخلص النقطة رقم واحد لسه أولى نقاط في بداية أحداث الشرط التالت من المباراة اس موجود يا ولد عبدالله عبدالسلام خد منه أحلى كلام لما يكون فايق وريق على أرض الملعب يحط الإرسال الموجه بإتقان وتقنية عالية علشان زي ما قلت هي البداية كده دايما الاتحاد ياخد له أول نقطة أو اثنين ثم ما بعد ذلك تلف الأمور ويتفوق النادي الأهلي بأريحية أوتوف سيستم وحاولها ضرب ثلاثة من حق الصد لكن لعبها بإتقان وتقنية عالية هذه المرة كانت ضرب بفعالية الحقيقة من جانب أمامنا أقول لكم اللعب اللي حط الكرة الأخيرة أمامنا كان محمد مصطفى لعبة لعب أربعة في تشكيل الاتحاد السكندري حطاء كروس كورتز من أربعة في خمسة بإتقان وتقنية عالية ودور الديفنس الحقيقة لأنه حاط الصد كان مقفل بشكل أكثر فعالية لكن الديفنس ما كانش أريها بالشكل الإيجابي اثنين اثنين ضرب هنا أمامنا من أربعة صلاح مع الدوران موجود جاة أربعة لكن كرة تعدي سهلة عبدالله عبدالسلام في ساسم من السريع يا ولد كرازمير ضرب بقوة وقوة الدربة ما تحكمش أمامنا كان عمر أحمد صالح على التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب المرغوب فيها علشان يطاح بيها مع قوة الدربة البرة في المدرجات بالمرة والنقطة أهلوية دلاتة اثنين تعود الأفضلية على أرض الملع في أحداث الشوت الثالث من المبرأة رسال أحمد سعيد لكن في الشبكة بالمناسبة الاتحاد يوم 26 الأربعة اللي جاي 26 مايو بإذن الله الاتحاد هيقابل الزمالك في الإسكندرية بالشطبي في صلة الدكتور كمال شلبي ثم يوم 29 مايو هيقابل سموحة في درب سكندري في الإسكندرية في صلة سموحة ثم الأول من يونيو الاتحاد هيواجه بيترو جيت هناك في الشطبي ده بالنسبة للمواجهات التلاتة المتبقية بعد مباراة النهاردة بالنسبة لالاتحاد السكندري أربعة ثلاثة الأفضلية مزالة أهلوية على أرض الملعب وأحمد صلاح بيتكلم مع دكتور وقل أنديل وبيقوله الأمور تعدي يعني تمشي بدون أي اعتراضات أو كلام كتير على أرض الملعب أمامنا هنا كرازمير جورجيف 2 متر و 3 سنتيمترات طول هذا اللعب وهو واقف بس ده غير بقى طول الزراع والارتقاء الأعلى وقصة تانية كرازمير جورجيف رسال بقوة استبال أمامنا كان من الليبرو عبدالهادي محمود عبدالعاطي كورا هنا إسقاطة لكن برع لم تنامس السايد لاين والنقطة في صالح نادي الأهلي إذن خدوا الكسر وهيركابوا الجيم ومش هينزلوا لعابي نادي الأهلي بيعرفوا يعملوا التحويلة في التوقيت المثالي على أرض الملعب خمسة تلاتة الأفضلية أهلوية في هذه اللحظات كرازمير جورجيف قلنا دولي مع المنتخب البلغاري الأول ومنتخب بلغاريا أتذكر له على قتله مباراة البرونز ميدل في الأولمبياد في لندن لما كنت في لندن معاهم في أولمبياد لندن النسخة رقم 30 من أولمبياد الصيف نسخة ما قبل الأخير ديفينس رائع من عبدالله تعدي سهلة من أحمد سعيد شانسبول للإتحاد السكندري إعداد من ثلاثة ضرب جوه الملعب ملعوبة تكتكية زكية المفروض كانت مقروقة وتبقى محروقة لو كان حقا الصد تلعب مش سنجل بلوك من دولة ولكن اتضربت في ستة كان من جانب لعب ثلاثة في تشكيل الاتحاد السكندري محمد أحمد حسن اللعب لنزل الأرض الملعب فيه خيارات الكابتن أحمد سمير المدير الفني للإتحاد السكندري سوايك سير بقوة سبل أمام أحمد سعيد أحمد صلاح يعرف يخلص يا ولد قوة الضربة تترد مع دفنس موجود من لعب الاتحاد ضرب هنا كرة أهلوية طبعا كرة أهلوية طبعا خطأ خطأ هو لمس الشبكة وما لمسش كرة وخطأ فيه التعامل من جانب أمامنا هنا كان اللعب عمر أحمد صالح لعب الأبزت فيه تشكيل الاتحاد السكندري لعب اتنين يعني ستة أربعة الأفضلية أهلوية والكسرة حاضرة على الأرض الملعب سايد أوت هيكون الاتحاد مع إرسالها هيكون هجومي ودايما أحمد صالح لما بيوجه الإرسالات بالشكل الفعال بيكون معذب لأي غريم مش بس لعب الاتحاد على الأرض الملعب قلنا كرم من الاتحاد الدولي للكرة طائرة من أفضل مائة لعب ولعب مروا في تاريخ الكرة طائرة العالمية أحمد صالح اللي معه الإرسال دلوقتي أعتقد فيه مشكلة في ترتيب الدوران الكابتن تغريد خطاب بتتكلم وبتأكد على ترتيب الدوران لأنه لو فيه رونجا بوزيشن هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للاتحاد وفقدان النقاط لكنهم لازم يتأكدوا ولعاب الاتحاد لازم يتأكدوا ومديرهم الفاني لازم يكون عينوا على البوزيشن بتاع اللعابين اللي موجودين في المنطقة الدفاعية والمنطقة الهجومية وترتيب الدوران صلاح مثال تقيل أمامنا سبال إعداد محاولة لضرب ووو بقوة أعلى من حالة الصد أمامنا هنا كان ثنائي من حالة صد عبدالله ودولة وجهة الداندالاين الضرب جهة مركز واحد لكن قوة ضربة ما تحكمش أحمد صلاح النقطة الخمسة فيه صالح الزعيم الاتحاد السكندري ستة خمسة الأفضلية مزالة أهلوية على أرض الملعب فلوتر هيوجه السبال عبدالعال أعداد أمامنا عبدالله أحمد سعيد ما ترقف وقتها يخلص وما يرحمش الكرة جوة وقال لك فيه لمس كمان وقال لك فيه لمس اللاين وومن أو السيدة التي تراقب الخط بالنسبة لملعب الاتحاد السكندري مع ضربة أحمد صلاح قالت قالت إنه الكرة ملمستش لكن كان فيه تاتش بلوك وكان فيه لمس للشبكة كمان من بلوك يعني كان فيه خطأ هل فيه لمستين هنا مع السبال الكرة الأولى حكم المباراة اللا كلها فيها أي حاجة تكمل يضرب حقا تصد مشروخ فيما بين دولة وأحمد سعيد إذن النقطة اتحادوية والأفضلية بزالة أهلوية السبعة ستة ارسالة أمامنا سباك سيرف سبال أعداد عبدالله سعيد يضرب في حقا تصد وإلى خارج الملعب يا ولد الحل الحل حقا تصد مقفل لكن عنده الحلول اللي يستخدم من خلالها حقا تصد لصالحه أفضلية أهلوية الكسر حاضر بفرع نقطتين تمانية ستة يتفوق النادي الأهلي على أرض الملعب والوصول لأول او الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوت التالت من المباراة يكون شوت أخير وتنتهي المباراة لو فاز بالنادي الأهلي يكون شوت تالت ولسه فيه رابع لو فاز الاتحاد السكندري وده اللي ما نتمنهوش قلنا نتمنى منافسة أقوى من لعاب الاتحاد علشان يستنفر لعاب النادي الأهلي ويخرجوا أفضل ملديهم ويمتعون على عرض الملعب لكن الاتحاد يفوز بشوت ده ما نتمنهوش مش عايزينهم يورهقوا أكتر أو المباراة التطول بشكل أكبر بالنسبة ليه لعاب النادي الأهلي 25-16 شوت أول 25-20 شوت تاني نسبياً بيخش في أجواء المباراة الاتحاد لكن لسه الأفضلية ما زالت أهلوية بالسيادة على أرض الملعب السبل أمامنا كان محمود شحاتة إعداد والضرب لكن دولة يا ولد كرة تعدي سهلة تشانس بول بالنسبة للاتحاد السكندري إعداد لعبة محاولة للضرب هنا الكرة تاخد الحد الأعلى للشبكة وإلى داخل الملعب الأهلوي إذن النقطة السبعة في صالح الاتحاد الزعيم يبحث عننا الإكوال جيم إنه مش عايز يخلي زي ما قولنا الأهلي يركب وما ينزلش لكن الأهلي عنده التحويلة في التويت المثالي اللي بيخلص من خلالها وما يرحمش سبايك سيرف أمامنا كان محمود شحاتة السبال أعداد عبدالله سعيد يضرب وبقوة ما يلحقش ما يلحقش قوة الضربة من سعيد بالكروس كورت ضرب معمول زي ما الكتاب بيقول من أربعة في خمسة إتقان وتقنية عالية في توجيه المطرقة اللي في وقتها اللي توجع من جديد الملعبات الاتحداوي تسعة سبعة الأفضلية أهلاوية والكسر مازال حاضر في أحداث الشوط التالت من المباراة عبدالله عبدالسلام هلعب سبايك سيرف قوة تاخد الشبكة لكن تتلم أمامنا أعداد محاولة للضرب حد صد ولا أجمل ثنائي أهلاوي مرعب مصمار يقوده هنا أمامنا كان كرازمير جورجي في اللعب البلغاري حط يده في التوقيت من بره الجوة كراءة مش طالعين من بدري فما ينزلوش بدري وقاريين كويس قوي حتى الضرب كان زاوية لكن قدر إنه هو يصدد الكورة بالشكل المطلوب المرغوب فيه أمامنا كان كرازمير جورجي سباك سيرف كمان مرة كمان مرة من الفيرسايم يحاول يجيبها الضرب وما توقعهاش ما توقعهاش الضرب جهة توجه عبدالله عبدالسلام وبيعتذر وبكل روح رياضية وبالتأكيد شيء رائع إنه محمد مصطفى لعبة يعتذر لعبدالله عبدالسلام لأن الكورة كانت جهة وجهة عبدالله لكن عدت جمع بصعوبة الحقيقة كان بصير نادي الاتحاد محمود سعيد باشا فلوتر أمامنا سعيد السبال بصعوبة من الفيرسايم أكيد يخلص أكيد يخلص لعبة محمد مصطفى لعبة وقلنا من البداية إنه أحمد سعيد عنده مشكلة في استقبال الكورة الأولى مع الإرسال الفلوتر الموجه السهل يعني بس بيتوجه عليه مع السكاوتينج اللي جاي من بره والداتافولي بيقوله ووجه فين وإمتى وإزاي وعلى مين فلوتر أو سبايك كمان مرة كمان مرة إيس موجود هذه المرة بإتقان في التوجيه من جانب كريم حسين حسين سنتر لعب أو لعب سنتر فيه الاتحاد سكندارة الإرسال بشكل فعال حقيقة علشان يأتي بنقطتين متتالياتين بفعالية الإرسال اتنين إيسز موجودين على الأرض الملعب والأفضلية راحت من الأهلي بنقطتين خد من خلالهم أو شال من خلالهم الكسر عشر عشر كرة كده أو من دلوقتي يبدأ يستنفر لعب النادي الأهلي يبدأ ويخرجوا أفضل ملاديهم لمس الشبكة كان موجود على بلوك الاتحاد السكنداري النقطة في صالح نادي الأهلي والدوران جاب أحمد سعيد على الإرسال في هذه اللحظات هيلعب سبايك زير في الرسال بقوة بقوة أمامنا هنا ومش طبعا ما ينفعش أنه يدوس على الخط حلوة 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 تتلم عبد العيل عبد الله صلاح يضرب ما كانش في المثالي بالمناسبة بس عارف يخلصها وزي ما قلت أحمد صلاح ياخد الكرة على عبالها زي ما هي حتى لو صعبة لكن بيعرف يخلص وما يرحمش ظهره كان لورا والظهر الورا دايما ما يحكمش حتى في عالم التنس يقولك لو ظهرك لورا ما تقدرش أن أنت تدرب الباك هند أو الفور هند بالشكل المطلوب المرغوب فيه لكن قادر أن هو يدرب كروس بزاوية قوة الضربة ما تحكمش الاتحاد تطلع الكرة برا سعيد درب الرسال في الشبكة النقطة 11 في صالح الاتحاد لكن عاد بنقطتين متتاليتين الأهلي علشان يخلي الكسر حاضر آه حد يسأل يقول طب ما هو 12 11 ما فيش كسر لا فيه كسر لأنه صايد آوت أهلاوي ومن ثم الآلي هو اللي جاهده الكرة فعنده فرصة أنه يبني هجمة بس السقبال الكرة الأولى يكون مميز علشان ياخد الكسر بفر نقطتين زي كده زي كده زي ما بتكلم وزي ما بقول طالما السقبال الكرة الأولى مميز إذن الهجمة ما موزتش بالنسبة لنادي لأ السقب الكرة أولى مع الفلوتر لكن قدر أن هو يطلع الكرة بشكل فعال أحمد سعيد عبد الله بمثالية جاه التلاتة يخلص وكالعادة العملاق جرازمير جورجيف هيكون موجود على الإرسال دولة ينزل مع تغيير الحرة على الشبكة علشان يضمن ثلاث ضاربين أو بالأحرى حق الصدف على الكرة بره بره ولا جوه لا بره ما لمسيتش البيز لاين أو الخط الخلفي لملعب الاتحاد كانت بس محتاجة ضبط زوايا خمسة سنتي دورة علشان تلمس لو لمست لو لمست الكرة بملي الخط تبقى داخل الملعب الاتحاداوي إذن إيس بس ما حصلش بقوة لعبة كان أمامنا السبال مميز أعداد يا ولد أحمد صلاح لك تترد مرة تانية في المحاولة هنا ولا أجمل دولة الدولة البطولة إيده موجودة مصمار مفيش حاجة هتعدي النهاردة ثلاثي أهلاوي مرعب يقوده محمد عادل دولة علشان يكسب النقطة لصالح النادي الأهلي نهاردة كابتن ممدوح اسماعيل موجود في السوديو التحليلي مع الكابتن أحمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل هو والد الكابتن مايا ممدوح اسماعيل كابتن أو لعبة النادي الأهلي على مساوى الكرة طائرة نسوية وكابتن مايا هي زوجة الكابتن محمد عادل دولة بالمناسبة ضرب هنا فحاقة الصد وإلى خارج الملعب أو داخل الملعب طالما لمست فحاقة الصد إذن النقطة للاتحاد السكندرية 14-13 الأفضلية مزالة أهلاوية أو عشان الرسال التحداوي نقول 13-14 ماشي فلوتر رسال موجه سبال الكرة الأولى عبدالعال أعداد أمامنا الضرب من السريع الكرة جوة دولة وكالعادة الدولي البطولة يخلص ما يرحمش من ثلاثة يضرب جهة ستة في عمق الملعب الاتحادوي ويخلص النقطة رقم 15 في صالح النادي الأهلي 15-13 عبدالعال على الإرسال وقلنا يجيد عبدالعال كلاعب أربعة يجيد كلاعب لبرو علشان استقبال الكرة الأولى والديفنس المخفض جسمه يساعده مع المرونة التكتكية والمرونة البدنية أنه يتعامل بشكل فعال حصد كرة جوة كرة جوة ثنائي أهلاوي مرعب من جديد يقوده دولة إلى جوار أحمد سعيد ومن جور السعيد يسعد من جور أحمد سعيد يسعد أكيد أكيد ضريب من عيار تقيل بلوك فعال على المستوى الدولي نقلق شوية منه في بلوك هو وطايسون مع المنتخب الوطني طايسون لعب طلعي جيش لكن مع النادي الأهلي لأ تقيل وبيطور نفسه وبنفسه أحمد سعيد اللي جدد من سنتين في 2019 مع النادي الأهلي وهيستمر وموجود وهيقود هجوم النادي الأهلي في استمرارية مع نتائج إيجابية بالنسبة لنادي الأهلي في الفترة القادمة والبحث عن اللقب بالضرع ودهبوا لسه كاس مصر كمان والألقاب اللي بيبحث عنها النادي الأهلي على مستوى رجال على مستوى السيدات اتكلمنا إنه النادي الأهلي هو بطل الدوري على مستوى السيدات زي ما قلنا على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني والنادي الصيد صاحب المركز الثالث قرأة كاس مصر في دور الستاشر الزهور الزمالك دي مباراة النهاردة بالمناسبة وهقول لكم أمامنا الجزيرة هيلعب مسحية أسيوت الشمس هليوبلس سموح الصيد والنادي الأهلي النهاردة على صالة النادي الأهلي هيواجه الطيران الصلاة رقم اتنين بمجمع صلاة الأميرة عبدالله الفيس اللي بقى للجزيرة نقطة أهلوية جديدة سبعتاشر الكابتن أحمد سمير المدير الفني للاتحاد السكنداري برضو محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه على أرض الملعب وإن كان الأمر صعب في ظل إنه الأهلي في التوقيت اللي قلت بيعمل فيه تحويل ميدو مع لعبته على أرض الملعب بيركب الجيم وما ينزلش نرجع لقرة كاس مصر ليه الكرة الطائرة ليه السيدات زي ما قلنا الأهلي بطل الدوري وعنده مهمة النهاردة في أهلي الجزيرة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة هيكون في مواجهة أمام الطيران مباراة خلصها 3-0 بأريحية التهام وده طبيعي مع الكابتن حمد الصافي ونجمات النادي الأهلي هيواجه طيران وهو في سكة إما الفائز من أكتوبر أو أصحاب الجياد السكنداري المباراة النهاردة تتلعب في صالة أكتوبر في سادس من أكتوبر سبورتينج ومسحية الإسكندارية النهاردة أيضا والفائز من هما يواجه حدائق أكتوبر أو ديلفي على الأغلب سبورتينج وديلفي وأكتوبر والأهلي فيه الدروب عن نهائي من هذه الجهة ضرب حتصده إلى خارج الملعب أحمد سعيد بييد من حديد يخلص اختيار لعب أربعة اللي بيخلص في العمق جهة تقواحد فيه الملعب التحداوي 18-13 ضرب كمان مرة 19-13 الأفضلية أهلوية وخلاص زي ما قلنا ركب الجيم ومنزلش النادي الأهلي خلاص وطايم آوت التاني والأخير المحق لي فيه أحداث الشوت التاني من المباراة أحمد سمير المدير الفني لنادي الاتحاد السكنداري يعني محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه محاولة إنه يصحح بعض الأخطاء اللي هي كتيرة قوي التكتيكية والفنية ومستوى فردي لبعض اللعبين إنه مش قادرين يوجاروا لعبه من نادي الأهلي المتفوقين على الأرض الملعب عبدالعيل فلوتر هيوجه سيبه لكرة الأولى أمامنا عدد باشا الضرب من السريع خارج الملعب بالمرة لم تنمس سايدلاين أو الخط الجانبي لملعب النادي الأهلي إذن النقطة رقم 20 وراح بفرق 7 نقاط الأهلي يودى الاتحاد في خبر كان على أرض الملعب في هذه المباراة عبدالعيل مازال على الإرسال هيوجه بلوتر بس بالسكاوتينج شو بيواجهه فين لعب أربعة اللي بيستعد للضرب علشان يزوقوا الورفة ما يحكمهمش على الهجمة ومن ثم بازت الهجمة تكاة سهلة ليه النادي الأهلي وده الداتا فولي والتوجيه والسكاوتينج اللي جاي من بره إنه مع الإرسال عبدالعيل بيوجه على لعب رقم تمانية في تشكيلة الاتحاد السكندري اللي هو محمود شحاتة محمود ومن ثم هو لعب أربعة مع الدوران أو مع وقفة البصير بتاع الاتحاد السكندري اللي هو محمود سعيد باشا إنه هو الرجل ده اللي هيترفق للقورة مع اللمسة التالتة أو مع إنهاء الهجمة ومن ثم بيحاول سعيد إنه يوجه أو عبدالعيل في هذه المرة مع الإرسال بتاع النادي الأهلي إنه يوجه الكورة كده علشان ما يحكموش إنه يضرب ومن ثم البصير أو باشا يعني يختار لعب آخر إنه هو يضرب الكورة فاتيجي سهل للملعب النادي الأهلي ومن ثم يخلصها زي ما خلصها أحمد صلاح ده جزء بسيط من الداتا فولي والترجمة مع الإرسالات تغيير الجزء الخيل نريبه بصير في الاتحاد محاولة استعديل الأوضاع لكن هنا أمامنا يا ولد موجود من اتنين يضرب محمد عادل دولة إذن التخليص في ملعب الاتحاد بأفضلية أهلوية على أرض الملعب اتنين وعشرين أربعتاشر يقترب النادي الأهلي على بعد ثلاث نقاط من حسم الشوت والمبارات هيواجه فلوتر دولة سبه لكورة دايما دايما نتلون بيوجهه على اللاعب محمود شحات اللي هو صحب قميس رقب تمانية لكن لفت جت ومع الدوران موجود جهة الأبوزت يخلص بالدعون دالاين جهة خمسة أمامنا هنا قوة الضربة ما تحكمش عبد العال علشان يروح بالنقطة رقب 15 الاتحاد ولا زالت الأفضلية أهلوية بفارق سبع نقاط على الإرسال أمامنا محمود شحاتة محمود سباك سيرف المتناول معوض إعداد أمامنا عبد الله الضرب من أحمل سعيد في حق تصد وإلى داخل أو خارج الملعب النقطة أهلوية 23-15 الوحش اللي غالباً اللي بيواجهه ما بين جحش النادي الأهلي يتفوق يلتهم الاتحاد 3-0 من جديد زي ما كانت نتيجة الدور الأول فيما بين الفرقين هناك في الشطبي في ملعب الاتحاد السكندري عبد الله تعذيبة كرة جوة ولمست كمان كرة جوة ولمست كمان فيه ضهر كريم حسين حسين علشان تبقى النقطة أهلوية بإسم موجودة على أرض الملعب إذن يختموها في أجمل صورة ومع الدوران عبد الله ما بيهزرش وما بيرحمش ده اللي في المهارات والقدرات والخبرات ربه من دينه من وسع بس مش آخر نسخة منه ولا اللي زي وتمنع لأن الأهلي ولاد و هنا يا ولد يحط الإرسال التقيل ترد ومن الفيرس تايم يخلص أمامنا كان اللعب كرازمير جورج إيف البلغاري 3-0 أفضلية أهلوية 25-16 شوت أول 25-20 شوت ثاني و 25-15 شوت ثالث أفضلية وبلا رحمة الأهلي التهم الاتحاد لمرة جديدة بعد دور أول 3-0 أشياء دور ثاني 3-0 أشياء الأفضلية أهلوية اختم المباراة شكرا لكم تحياتي محمد عفيفي بعد الفصل مع زميل العزيز الكريم السعيد الكابتن هيثم السعيد وضيوفيه محللين الكريمين الكابتن أحمد زكريا وكابتن ممدوح إسماعيل وتحليل لما جار في هذه المبرأة المهمة كابتن هيثم لك الكلمة بعد الفصل